أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مرحلة جديدة من قوافل ستر وعفية بمحافظة سوهاج. يشارك في هذه القوافل عدد كبير من كيانات العمل الأهلي المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني لتقديم خدماتها لألف المستفيدين. ضمن حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية تنفيذاً للتوجهات الرئاسية وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واصل قطار الخير من جديد لمحافظة سوهاج ضمن قافلة ستر وعفية الموجهة من التحالف للأسر الأكثر احتياجاً بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كل سنة والتحالف الوطني للعمل أهلي التنموي اللي قدر يوحد جهود مؤسسات المجتمع المدني قدر يستفاد بكل ميزة بيتميز بيها كل مؤسسة بمؤسسات المجتمع المدني عشان يقدر ينفس بها قافلة ستر وعفية. نحن عاملين النهاردة استفاف من أكبر مؤسسات المشاركة مع التحالف موجودين النهاردة بنغطي سوهاج كلها وبنختتم عشرية 22 بكرنفال بنستعرض فيه قوتنا كتحالف وقوتنا في التنظيم زي ما حاك شايف وكمان بالصدفة أن احنا كانت أول قافلة للتحالف ستر وعفية في محافظة سوهاج وديه القافلة الأخيرة في عام عشرية 22 وإن شاء الله ما تكونش القافلة الأخيرة خالص إن شاء الله هنكمل عشرين 23 وهنلف في محافظات مصر كلها. قطار الخير يأتي ضمن خطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عنهم والحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية. النهاردة بنستكمل قطار الخير داخل محافظة سوهاج بحملة كبيرة بتقدم عطاءات مشارك فيها كل أعضاء التحالف الوطني للتنمية داخل جمهورية مصر العربية. من ضمن مستهدفاتها الشهرية اللي شاركنا بيها التمكيل الاقتصادي قروض حسنة توزيع بطاطين توزيع لحوم تجهيز عرائس. ولله الحمد للنهاردة احنا من ضمن القافلة النهاردة جابين أكثر من ستة لاب بطانية أكثر من خمسين طن لحمة كمستهدف كمرحلة أولى. القافلة تشمل عشر شاحنات عملاقة تضم العديد من المساعدات والمواد الغذائية واللحوم والبطاطين بالإضافة إلى تجهيزات خاصة لتنفيذ قوافل طبية في كل التخصصات وخدمات تنظيم الأسرة وصرف الأدوية اللازمة بالمجان للمرضى. احنا متوجدين النهاردة في محافظة السهاج ستة وعشرين جمعية ومؤسسة أهلية لخدمة أهلنا في محافظة السهاج. احنا موجدين النهاردة بكميات كبيرة جداً مواد الغذائية والبطاطين وقوافل طبية. موجدين بمعارض إن شاء الله ملابس النهاردة. كل ده الخدمة أهلنا في ختم 2022. موجودة معنا في الاستفاف. الاستفاف محطة ونقطة ارتكاز لقطار الخير من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. عشان بعد الاستفاف حينطلق فرق التوزيع لتجوب كل قرى ونجوع محافظة سهاج لتقديم الخدمات المستعرضة النهاردة. خدمات اقتصادية، خدمات مساعدات موسمية، تمكين اقتصادي. جهد التحالف الوطني للعمل الأهلي تأتي للمساهمة أيضاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.